مشينا حلقة في الحلفاية فجونس الشرطة رفعونا وجزاؤنا الله خير وكلام صح رفعونا لأنه حصل شكل يعني وديل طبعا حكومة ما في كلام ورفعونا هناك فدخلنا السجن ودخل معنا صوفي نحن 29 نفر دخلوا معنا اثنين صوفية بعدين الملازم ذاته جزاء الله خير الملازم ذاته قال أنا قلت له طبعا الليلة بنبيت سوا نغاش للصبح الملازم قال يا جمعنا دار أحضر النغاش أستفيد فبقى بالدين أسئلة بنجاوب جاوبناه ردمنا الصوفية برغم الصفحات ولله الحمد أدى الصوفي فرصة قال له خلاص أنا سمعت من ذا يلا خلاص إنت جاوب الصوفي ذا تغريبا نخو محمد عبد الله أخو بعض الناس قالوا أخو لأنه اليوم الثاني محمد عبد الله ذاته جاء حضر الكلام فجاء صوفي يده فرصة بقى شنو يجيب القطب المنتشر ذا وهذا شيخ ونكذي جنابه جزاء الله خير قال لا اسمع أزول لي أخو بالديني بالصفحات ليو ذا بالديني بالصفحات إتا أزول قال ليو ما ذكرت علينا ولا صفحة الكلام دا كيف قلت لا أخذل ما عنده شيء المهمة اليوم الثاني جاء محمد عبد الله جاء القسم فأخونا أحمد ذا جزاء الله خير لأنه خاتنا نبين عساكر وهو بر في صالة القسم فابناغش فيه قام جاب الكتب جاب كتاب الطبقات الكبرى وقرأ له الكرام بتاعته ديك والقصة بتاعته الباط الذي بتاعت محمد الحضري وأن أبو الفضل السرسي قالوا أخبرني أبو الفضل السرسي أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة فقال بسم الله فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده ثم قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام فأخونا أحمد ذا دا الكتاب لمحمد عبد الله قال لها أقرأ 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 الكلام دا تقدر تبرر له فأبقى بيناتهم شنو نغاش نجيته فكونا بعد شوية جزاء الله خير وتكيفنا منه لأنه مش لهم زيارة لأنه أكرمونا وكذو لقين ناس جوه موحدين الحمد لله جغموا معانا الصوفية جوه أهام شينا له جيت لها محمد عبد الله واحد من الشباب قال لي أخدي فرصة الزول لنقاعدوا بره ولا نشوف أقرأ بمسجد نناظروا فيه نناظروا حتى لو مناظروا برانا وتسجل فجيتوا قلت لها الزول أرح أرح بره قال لي في شنو قلت لها إذا أرنك مناظر قال لي من أنت في واحد من أخوان أدهوا كلمة قال لي إنت بتعارفني قلب السؤال إنت بتعارفني قلت لهاي بعرفك شفتني وين قلت لهاي محمد عبد الله داعية الضلال والشرك والتصوف قال لي أزول بافتح فيك بلاغ جماعة واكفين جمو قلت لهاي أنا خايفين من بلاغك دا كامت القانين أمش يا أزول أمش أفتح بلاغ أمش مش كذي وجراجع تاني قال يا أزول أرح أرح قال لي ما هي أداب المناظرة يا أزول ما عندي لك أي شي قلت لهاي أرح بس أرح السنة ناظر لا ما أرح إنها قلت ليا أزول إنت حربت ساي ما عندك أي شي يا أزول كوراك ساي النازل وخونا تدى والكتب ما قدر يجيب أي شي فإنها ألف دوران ساي فإن تتعرف إنه الصوفية ذيل زي ما الله جل في علاء قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أنا الجملة ذي مطمناني جدا لأن الله جل وعلا حسب لك المسألة قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به يعني لا دليل على صحة فعله هذا وعلى صحة دعائه غير الله سبحانه وتعالى فإبتديه خد قاعدة ثابتا إنه الصوفي ما بيقدر يقدم دليل أنا الليلة اعترت ناديت الله وقالت يا الله تنجدني ويا الله تفرج عني الكربة عندي دليل الدليل قال الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين إلى آخره وقال الله جل في علا قال أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين لكن الليلة دنا نادى غير الله عتر قال يا إسماعيل الولي تلحقنا واللي بدليل إنك تنادي إسماعيل الولي والله غيرت أبونا الشيخ البرعي قال في ديوار رياض الجنة ونور الدجنة إنه بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل أبوك البرعي قال نادي إسماعيل والله الخلق إسماعيل وخلق البرعي سبحانه وتعالى قال وقال ربكم دعوني السيب لكم الله قال لك أدعوني أنا والبرعي قال لك أدعو إسماعيل نادي إسماعيل طيب إتخلي دعا غير الله خلي قل قل ما حرام خشير قاعدين الكفر قل ما حرام الله قال لك أدعوني والبرعي قال لك أدعو إسماعيل قل يا ولي الله إسماعيل تسمع كلام منه أنت تسمع كلام منه ونحن اختلفنا أنا قلت لك كلامك باطل أنت قلت لي وهابي باطل الله قال في القرآن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ماذا حكم الله في العبادة قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن الصوفية وهم الناس يا ناس بكلمات وبكرامات مزعومة وبأشياء كثيرة جدا والشبال مريدين والكلام ده مؤصل في كتب وفي جرائد وفي صحف وتلقاه في التلفزيون في الرادي في كل مكان تلقى المداحي شغالين كباشي كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد مداح تاني شغال بغادي قوماك يا علي للقدر علي مرب القوم شيخ ناج جعلي الخلف الأربع أثنوا عليه صديق وعمر عثمان وعلي والكلام الباطل ده للأسف موجود في مصنفاتهم تجد حاججون يقول لك متسوس ولا يقول لك ده مكذوب علينا يا ذول نحن عندنا في النقد بننقد الجماعات والطوايف بأحد أمرين أو بكل الأمرين الأمر الأول عن طريق قادة الجماعة شفت القيادات بتاعت الجماعة والطايفة القايدين الجماعة تنقذ الجماعة عن طريق هؤلاء لكن فرد من الأفراد قد يكون ده خطأ فردي لكن رأس من الرؤوس ده تنقذ به شنو الجماعات وأضل فرعون قومه وما هدى اتنين تنقذ الجماعة عن طريق الأول عن طريق رؤوس الجماعات وممارساتهم وعن طريق الواقع الذي يعيشونه اتنين تنقذ الجماعة عن طريق الكتب والمصنفات والمراجع نازل عندهم كتب في كتاب اسمه كتاب طبقات والضيف الله كتاب الطبقات ألف محمد والضيف الله مولود ومتوفى ويلده بحلفاية الملوك وتوفي بها والكتاب ذا للليلة بيطبع فيه آخر الطبعة لقتني أنا 2012 قبل أربع سنوات أنا ذا ردك موضعين من الكتاب ده عشان تعرف ضلال المتصوفة طبعا الليام دي جايبين كتبات جديدة شوفت أهل البدع دي لعندهم كذب عجيب جدا يجيبوا لك كلام اقطعوا في النص اقطعوا جزو وبعدين يجيبوا كلام هن ولا ات زاتوا ما يجيب كلامك بس يجيب لك صورة اتا بعد ذاك تاني شنو يجيب كلامها للباطل أنا لقيت في اليوتيوب كاتبين افحام الوهابية طبعا احنا ما وهابية لك اتا سميتنا زورا لما نقول وهابية بيكصدنا نحن نحن ما وهابية لما اندخلت لقد جايبين ركن قبل اربعة ولا خمس سنوات ولا اكتر جايبين ركن دا الركن حقنا وانا قاعد اتكلم فيه ما جابوا من كلامي الا دقيقة بس بعدين جابوا كلامي في النهاية جايبين كلام واحد صوفي اسمه مصعب اسماعيل صوفي مجرم كذاب واسبت حداو وغيره من الصوفية طبعا ديلوا الى ذات صغار وقبال محمد عبدالله دا انتهى ما بقدر يناظر جاهل ساي عاطل ما يغشوك شايل اللهم ستاشر كتاب والشبهة الفلانية في الموضع الفلاني كله لفه دوران ساي نقعد هنا اية حديث وانا لاحظت فيه كثير من مناظرات ها السامش عائم مناظرة الازيرق مع الهواري شوف الرجل دا جاب كم اية شوف الازيرق جاب كم اية ماف طيب كان جاب بيجيب لك اية ولا ايتين وماف اي من صح بعد ذاك باقل شغل كلها يخش في كتب التاريخ يقول لك في الكتاب الفلاني صفحة كذي اسأله عن البدع يجيب ثلاثة مراجع نحن مسكيلاتنا معاك في تعريف البدع في اللغة ولا فدوران ماذا رشتت الكلام لكن تعرف انها زي الكذابين جايبين نص مقطع كلام الصوفي في النهاية جابه انا مسكت الميكرافون بس دقيقة هادوب بدأت مقدمة دار الرد دار الرد طق قطعوا الكلام في حامس صوفية ده بليد نحن بنجيب مزمي البيجاي حامد بيجاي حامد بنجيبه بالكوراك بتاعه بالجوطة بتاعته يزعاجه قلة تدبه شد بنجيبه وده بنجيبه ندي الفرصة بتاليفه تدور ساي ما تبقى منصف دي نبطع في كتاب الطبقات حقه ديف الله أنا أذكر لك موضعين الموضع الأول قال صفحة مية سبعة وتزعين لي مية تمانية وتزعين قال منهم من المشايخ ذكر منهم قال الشيخ موسى بن يعقوب موسى بن يعقوب قال من كراماتي حصلت له كرامات وكان له كرامات وخوارق للعادات منها أنه علم منطق الطير الشيخ بتكلم مع شنو مع الطير قال بينما المشاط يمشط رأسه دخل الطير نكتبه بالدارية طبعا دخل الطير في كوة البيت قال الطير واكف في الكوة قال فسكسكت له فسكسك هو لها أنا دار العالم كنت يعرف سكسكت الشيخ دي والله يفتلهم ما دي شكت الكلام ده ما بينتشر تضيع بيك كذي تاقع الدقدي تل 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 ونحن ما نتكلم دقة تقديم تزعي الجيران بس وأنه كلامنا الله بمشيه فو 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 الله بينشره إن شاء الله وإن فيه خير الله تقبله مننا بيرحمنا وإن فيه شر نسأل الله يتجاوز عننا لكن نحن على يقين أن هذا هو الطريق الموصل إلى الله تعالى بعد ذلك نحن لو ما صادقين من يتورط نحن لكن الناس اللي بيسمعوا الكلام يطبقوه نسأل الله لهم القبول والتوفيق وأن يدخلهم الله جنته سبحانه وتعالى قال فسكسكت له فسكسك هو لها ودل الشيء للمش بدل يحلق ليه صالحة على المخالفة دي سكسكت للطير شغال لسه شغال قال فدخل الطيرة أخرى فسكسكت له فسكسك لها هس يا ناس أنا قاعد مع شيخ دار استفيد منه تجي طيرة يسكسك بيجاي تجي طيرة يسكسك بيجاي ما بقم بتخارج فلازول تعال دار ما شوين يا زول خليك مع طيرك ده وانت الطير بتسكسك أنا ودبرك جيتك تكلم معايب اللغة العربية يا زول شنو تسكسك للطير قال فقال له المشاط يا شيخ سألتك بالله الذي لا إله غيره إن قلت لها وإن قالت لك قال ليت قلت لها شنو وهي قالت لك شنو فقال هذان زوجاني وفقت بينهما ده دي بدأ عشوشة ودوه الدبرك صالح تون كانوا زعلانين وانا صالح تون دي الطيرة الموضع الثاني تعرف الصوفية كذب ساي كذبوا لفوا دورانوا ما بيدوك علم تقعد مريد عشرين سنة وتقعد بعدين قلت لك مقدم بقيت مقدم بعد فترة تقعد مقدم كذي الشيخ يموت والتحوار ومقدم ودرويه ساي دا يموت ولده يكون ساكي ليه دحش والذي حليب ليه فغانا ما يجيبوه اتا ولد الشيخ هاي تبقى شيخ اتا الخليفة طيب المسكين دا النائب الاول للخليفة دا للشيخ دا دامتين بيبقى خليفة لا لا اتا من الاشراف لا ما من الاشراف اقعد كذي بس تقعد حاتل كذي يا زول الله قال انها كرمكم عند الله شنو اتقاكم شغال هذه ما بالوراثة الدين بالوراثة الدين العلمة بالوراثة تترس العلماء يريثون الانبياء عن طريقة تعلم مش كذكر خلاص بيدعلم هي قعد بس يدعلم اسمع ويدرس ويحفظ بعد ذاك شنو يتعلم الموضع التاني قال صفحة مية وستاشر قال قال الشيخ ادريس طبقات الاولياء على ثلاثة اقسام صغرى ووسطى وكبرى قال فالصغرى ان يطيروا في الهواء الشيخ بطير ويمشو على وجه الماء وينطقوا بالمغيبات الوسطى ان يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي ده قال بيقول لشي كن فيكون والقبل يبطير في الهواء ويمشي على وجه الماء وينطق بالمغيبات قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايان يبعثون الوسطى قال ان يعطيه الله الدرجة الكونية حيث يقول للشيء كن فيكون وهذا مقام دفع الله ولدي قال الله تعالى انما امره الضمير راجع الى الله تعالى انما امره اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون ثلاثة قال القطبانية السطر البعد قال وقال الشيخ شلل اسمه شلل دفع الدكلي قدام من السماوات شلل شغل وقال الشيخ شلل ابن الشيب ولد الطالب قال شنو شلل دا شلل يبتع شلل ما شل شلينته صوفي ما شلولته ما بتعرف الحق افمن يمشي مكبا على وجهه اي صوفي مكبا على وجهه اي صوفي مكب على وجهه والله لانك وشك ختات عند الشيخ يحركك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل لا تعترض فتنترض لا تضحك عنده والله دا الشيخ اي شي يقول تسكت ساي ما في شي واذا هل فيت منكرا في قولهم او فعلهم اول بفقه تأويل اول او اول بفقه تأويل اول بفقه تأويل كل مترجم ومؤول او مضاف ومضاف الي تكون ما يعني مصر ليست يعني تكون شروفا قال يجدون لمس الاجنبية عندهم ان انصافحت يدهم كذات شنو المحرم قال وقال الشيخ شلل ابن الشيب ولد الطالب شلل دمالو دجاب لك كلام بيشلك مرة واحدة تعارف قال شنو قال واعلم خير اما يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير فالصوفية ده العلي ضلال ده كلها انحرافات ده كتاب الطبقات اللي زيرك طبعا قال الطبقات ده ما مسند ما لانه قال في واحد من الجماعة بتاع انهم او دكتور ولا غيره قال قال كتاب الطبقات ده صاحب الطبقات ما لف كل المحلات وكذي وانما كان في حلفاية الملوك وبينه وبين بعض الناس قريب اربعمية سنة ما زي كتاب ازاهير الرياض اتا زي الرياض عاجبك يعني وزي الرياض ده بالمناسبة انحنا لما نجي ننقذ الكتب دي بنجي نشيل القلم ونمسك ترجمة فلان صفحة كذي نكتب صفحة كذي بنكتبها بوراء في الغلاف ولا بيجاي ولا في الصفحة البعض الغلاف الصفحة عشان بعدين ما ناخد وقت نفتش لكن ازاهير الرياض ده ولا تكتب فيه ولا تكتب صفحة كذي افتح من طرف بس يأت لو في مناظرة ولا نغاش بس افتح من طرف قول هذا الكتاب صاحبه ضل وين ضل افتح من طرف بس من اي طرف الكتاب ده ما بل 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 بلا لا يعلم بها الا الله تعالى كتاب ده صفحة متين قال احمد طيب البشير جاءته رسالة من الحق سبحانه وتعالى مكتوب فيها بقلم القدرة فاني سلام قولا من رب الرحيم وانا ذكرتها قبل كذي فاني قد غفرت لك ولوالديك ولقرابتك قال ظني في ربي اكبر فجاءته الثانية فاني قد غفرت لك ولوالديك ولقرابتك اجمعين التالتة وكل من عرف اسمك تعارف اسمه ساي شكيه البرعي في كتاب لك سلام مني صفحة اربعين لا اربع اربعين اهالي زيرك البرعي كيف برضو ما مسند بترضوك الصوفية الباقين بترضوك بتلف في صالح وما بتبقى صالح وقالت لها عندهم ذات ما صالح ما صالح برا الشبكة ازيرك برا الشبكة افتح بلاغ انا ذاتي مسخ اليوم دي السجن ده لقيته ظريف جدا جوه تقرأ تفسير ابن كثير والقرطبي وكذب اما زاج تقرأ تقرأ لخبتة ساي امش افتح بلاغ داعي الشرك مش اللي زيرك داعي الشرك تدعي الى الشرك وتحداك يا زيرك وتحدى محمد عبد الله وتحدى البرير هذا الدكتور اسمه برير وكل صوفي يقف في مسيد يقول له انا الشيخ ما بينفع ولا بضر ولا بحي ولا بميت ولا عنده شي الامر كله بيد الله تلجأ الى الله ما تلجأ الى الشيخ ما تلجأ الى فقير ما تعلقوا حجاب تقدر يا صوفي كان عملت الكلام ده من اديك فرصينا دي ومنشوفك منفتش في حاجات تانية يمكن تكون سروري ولا حاجة تانية بعد ذاك كذب وعنده سروريات محمد المنتصر كلم في المولد في الحكومة ده لامي بين الخروج والخروج كله خارج بيجاي وخارج بيغادي كله خروج عودة خروج بلا عودة ارجع مرة تانية البرعي قال صفحة اربعين لأربع اربعين قال وليذكر اسم عند القبر يسعد وليذكر اسم عند القبر يسعد فالسرى براو قال اذا مات لك ميت وقلت عند قبره او مات ميت وقلت عند قبره او قال قائل هذا قبر احمد الطيب البشير فانه يلا بعد ده اجيب لك نص كلام البرعي ده اجيب لك بعد نص كلامه قال فانه لا يعذب ولو لم يكن من اهل الطاعات تجي تدفن الميت بتاعك بعد تدفن احيانا اثناء الدفن تقول هذا قبره احمد الطيب البشير قال لك لا يعذب ولو لم يكن من اهل الطاعات مشك الدام جاب كلام خطير جدا قال جاء في الازاهير ده محمد المنتصر قال الطبقات ما زي الازاهير اهانا نجيب لك الازاهير بس او عق تقول الازاهير محرف نجيب لك واحد تاني ما في شغلتك دي كلها مبلبلة ات زي زول الشاي اللي مصفى ودار يخم موية والله تخم باجاي تلقاها بغادي مشت إلا تخدتها جوا الموية بس المصفى ده عين التي جوا الموية تمرقب امرق فاضي ساي ما في اشي صوفية دي شت مصفى ساي من السي الصوفية مصفى باجاي مقدودة باجاي باجاي ما قد قد في اي محن والله ما مصدقني جيب الكتب بتاعته قال البرأي بنقول عن الأزاهير من الأزاهير نقال كرامة قال الشيخ قال واحد اسمه أبو بكر أبو بكر الجميعابي قال أبو بكر ده أخذ الطريق عن من أحمد الطيب البشير ومات قبل أن يفتح عليه يفتح عليه شنو الله أعلم قال فمات قبل أن يفتح عليه قال أحمد الطيب البشير كلام ده ناقله البرأي في كتاب لك سلام مني حق البرأي موجود الكتاب في السوق هاي المغرب جاء قال قال أحمد طيب البشير قال فأقبلناه على الله تعالى قال وما زلت أزوره في قبره وإلى الآن له ست عشرة سنة أحمد طيب البشير قال بزور الزول المريد بتاعه ده له ست عشرة سنة قال وأرقيه قال بلغ اليوم القطبانية الفقير الدرويش جوه المريد قال وصل درجة بعد ست عشرة سنة الست عشرة سنة ده أحمد طيب بيجي شنو يزور المريد في القبر وبرج فيه جوه قال بيرجي جوه في القبر قال بعد ست عشرة سنة بلغ القطبانية قال فمن زار قبره شوف النازل بدعوك للشرك والباطل مش تزور القبور تترحم على الأموات وتعتبر زي في السنة لا قال فمن زار قبره سبع جمع لم تأكله النار البزور قبر أبي بكر الجمعابي ده تلميز لأحمد طيب البشير قال البزور قبره سبع جمع لم تأكله النار ده اللي باقي لك بفكروا في النار البزور القبر ساي سبع جمع ده ما بتاكله النار يعني الشيخ ده بتصل النار قال نازل مطمئنين صدق الله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا صوفي أعقل يا صوفي أعقل براها خلقك منه الشيخ خلق فيك أضان لا الشيخ يقول بعيد تنادي الله كلام ده كعب ولا سمع إن قلت كعب ولدك جنبك بكفرك إن قلت تسمح ما تبقى موحد تاني في جنوب كلام ده طويل يا نازل تاني بنجي ويتواصل كشف الصوفية النازل تبشي تكشي في طوالي وقفوا الحلقات أنا على السلفية أول عك تخرج بعدين تكون على المنهج الصحيح بعد ذلك تخش المساجد وقفوا المساجد في البيت كوريك بس في المواصلات كوريك ما في الدعوة دي ما بتكيف تواصل حتى تلقى الله بارك الله فيكم صلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا